أهل المنتخب الوطني لكرة اليد لدور ثاني من منافسة كاسي أممي إفريقيا بعد فوزه اليوم على حساب نظيرها المغربي بنتيجة 33 مقابل 30 وتصدر الخضور ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط هذا واختير اللاعب الحاج صدوق كأفضل لاعب في هذه المواجهة رغم تقلق مسعود بركوس بتسجيله لـ 14 إصابة في شباك المغرب وسيواجه السباعي الجزائر في الدور الثاني المنتخب التونسي ومنتخب الرأس الأخضر